بتغيب غيبتها وترجع بأزمتها وما فيش مرة تصدرت حالة شيحة ترند إلا بسبب مشكلة شخصية لها إما خاصة بجواز أو انفصال أو خاصة بحجابها لدرجة الجمهور بيسأل أيوة يعني يا فنانة أنت محجبة ولا لا ما هو مش صورة بلبس محتشم ومحجبة والصورة التانية كده يعني وده بقى اللي كان سبب تصدرها الترند الساعات اللي فاتت الدنيا قامت على حالة وأبوها حسم الموقف ونهى الموضوع بتصريحاته الأخيرة يا ترى قال إيه علشان ينفي أو يأكد كل اللي تقل عليها وهل فعلا انفصلت عن معزم سعود؟ ده اللي هنعرفه تابعونا حالة شيحة طلت على الجمهور بطلتها البهية زي ما بيقولوا كده من خلال فيديو ليها مع بناتها نشرته على حسابها الشخصي انستجرام وهي بتلاعب ولادها ما تعرفش بقى من خصن حظها ولا سوء حظها إنها ظهرت في الفيديو في المراية اللي قدامها وهنا الجمهور قال لك بس دي قلعت الحجاب تاني وهنعيد نفس الموال من الأول وندخل في أزمات هي مش جديدة عليها الحقيقة شكلها كده هترجع للتمثيل تفتكروا ممكن تعملها ويكون الفيديو ده بتجس نبض الجمهور وتعرف رد فعله وبقى سؤالهم دلوقتي يعني أنت يا فنانة محجبة ولا مش محجبة؟ الحقيقة والد حالة شيحة رد على السؤال ده وجاوب من الآخر وقال بنتي مش محجبة بالمفهوم المعتاد هي بس بتلبس طرحة خفيفة وتحطها على نص شعرها وبتغطي رقبتها مش أكتر من كده سبوها فحالها ابعيدوا عنها مفيش حاجة تركزوا فيها غير حالة والحجاب في حاجات كتير مهمة حوالينا تقدروا تركزوا فيها غير حالة حالة بتتدايق فعلا من الانتقادات دي وده بيخليها تكره الشهرة أما بالنسبة لرجوعها للتمثيل من تاني قال أنه ما يعرفش موقفها وما تكلمش معاها في الموضوع ده من شهور لكن هي ممكن ترجع في حالة واحدة لو حست بالود والمحبة وأن الناس تسيبها في حالها في الحالة دي هتفكر ترجع لاستحر فنية من جديد في مجموعة من الجمهور قالت لحالة لما ظهرت بالفيديو الأخير بدون حجاب شكلك اطلقتي عشان خلعتي اللي انت بتسميه الحجاب واللي أكد للجمهور أن آخر فترة ما كانش ليهم ظهور مع بعض في أي صور لكن لحد دلوقتي مفيش أخبار أكيدة عن انفصالها أو عدم انفصالها عن معزمة سعود ولكن هم من أول جوازهم من حوالي سنتين ونص وشائعات انفصالهم مفيش أكتر منها طبعا اعتزلت حالها شيحة تمثيل بعد تصوير فيلم كامل الأوصاف سنة 2006 وارتدت الحجاب وبعده النقاب بعدين خلعتهم ورجعت الفن مرة تانية بعد 13 سنة شاركت في مسلسل زلزال مع محمد رمضان سنة 2019 ومسلسل خيانة عهد مع يسرة في 2020 وكان آخر أعمالها فيلم مشانة مع تامر حسني اللي بسببه دخلت في أزمة كبيرة واعترضت على بعض المشاهد اللي صورتها قبل الابتعاد عن الساحة وطلبت بحذفها وما فكرتش في أي اعتبارات لسياق الأحداث والفيلم بشكل عام لحد النهاردة محدش قادر يفهم دماغ حالة شيحة وحالة التزبزب اللي بتمر بيها فيترى ممكن نشوفها قريب في عمل فني وهي خلعة الحجاب ولا هتقفل بابها وحياتها وتعيش بعيد عن الأضواء وجمهور وزي ما بيقولوا الخبر النهاردة بفلوس بكرة هيبقى ببلاش ونعرف الحكاية بالضبط